في الخاص الأمن المتفلت يستدعي من البلديات إجراءات حماية من نوع آخر التجول ممنوع للأجانب بعد الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى الخامسة والنصف صباحا هذا القرار الذي اتخذته بلديات بطشاي المرديشي ووادي شحرور العليا والسفلة لم يكن عن عبث فقصة شوارع هذه البلدات مع الأمن المفقوط طويلة إثر الزياد موجات السرقات والتحرشات فلا الأمن مضبوط وتكاثر وجود الغرباء باعتراف وزير الداخلية يشكل قلقا كبيرا لا سيما وأن بعضهم يتخذ من السرق مهنته والأهالي هنا يعيشون في خوف حتى إن بعض السكان بدأ يربط سيارته بالسلاسل لتلافي سرقتها تقريبا عم نصر عبيوتنا يعني أولا نمنا أربعة ونصف خمسة إلى أربعة الصباح أجي أخذوا السيارة من هون عن طريق ومواكبة لقرار منع التجول للأجانب عززت بلدية بطشاي جهاز الحرس الليلي وأقامت مراكز مراقبة على مداخل البلدة وكثفت الدوريات على الطرقات ما عندنا شي لردد الصوري وأنا بش بس عندي صوري عندي من كل الجنسيات عندي أسيوبي وعندي سريلانكي وعندي مصري إذا كانت عمية حفظ الأمن بمنطقة أنا يعتبر كفره عن صورية هذه الشغلة أريد أن أسأل المنظمات والدول والعالم إذا هذا شي مقبول ويرتكز الخوري في قراره على المد 74 من قانون البلديات التي تعطي لرئيس البلدية حق إصدار الأوامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الراحة والسلامة العامة وتولي شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية هذه هي بلدة ودي شحرور العليا المشهد يتكرر وقرار منع التجول الليلي للأجانب بدأ يؤتي ثماره أهل الضيع مع أخي يتجولوا أهل وادي شحرور صاروا خايفين في حالة رعب حاليا في بوادي شحرور ألف عامل أجنبي على 2500 شخص يعني في عنا عمال أجنب أكتر من شباب الضيع وبالنسبة للأهالي فأي اتهام لهم بالعنصرية يسقطوا أمام شعورهم بالأمن على أرضهم اتهامنا بالعنصرية اتهام باطل جدا عنا خوف كبير أنا بالصيف في عمال تصبه ولد عمر 16 سنة ما حدا تحرك بلغنا العالم ما حدا يجي حمينا مين بيحمينا يا خي يجيبوا لي أنا الجيش يجيبوا لي قوى الأمن الداخلي يستطب الأمن العالم فيها ترح تتجول وخلوا مين ما كان يتجول وفي انتظار أن تستعيد الدولة هيبتها يبقى الوضع على ما هو عليه اليوم باطشاي ووادي شحرور وغدا كما تشير المعلومات ستنضم بلديات أخرى إلى هذا الإجراء بسبب ازياد الفلتان الأمني أما المعادلة فبسيطة فإما أن تحمي الدولة أبنائها وإما سننتقل وفق جميع المؤشرات إلى مرحلة الأمن الذاتي في الأشهر المقبلة نخلع ضيمة ان تيفي